ومعنا النهاردة اتنين نجوم بعتذب وجودهم عحمد رز والله انا اتبسطت جدا وادحكت دحك بقالي كتير جدا ما اتحكتوش والعرض ممتع وجميل وكل الناس اللي في العرض متوفقين الحقيقة يعني دحك دحك هستيري والسي الأبطال اصلا انا بحبهم يعني انا مفيش عرض من عروض مصرح مصر تقريبا انا مجيتوش بحب اتفرج عليهم بحب اجيب ولادي يتفرجوا المفاجأة بالنسبة لي بقى في العناصر الجديدة اللي انضمت للعرض العرض نفسه عرض متكامل جدا فكرة تغيير الدكور وان الناس بتتفرج على تغيير الدكور قدامها وما فيش لحظة ملل في العرض لا بصراحة اشرف عامل مصرحية مصرحية نقدر نقول عليها من اكتر المصرحيات الكوميدية في الفترة الاخيرة اللي انا شفتها حاجة ممتعة جدا جدا ولازم كلكم تشوفوها يا جماعة محمد جمعة أستاذ أشرف عبد الباقي مصر دايما يبهرنا فهو عامل حاجة يعني برضو فوق خيالنا تاني أنا متحكتش كده من زماني وما استمتعتش بصهرة حلوة قوي زي دي من زماني متحكت من قلبي بجد لدرغن أنا تعريبا عيطت يعني من كترة ضحكة مصرحية لطيفة جدا وبسيطة جدا وحدوتة حلوة قوي وكل الكاست يجنن الشباب اللي موجودين ما شاء الله عليهم حتى اللسه وجوه جديدة موجودين اللي أول مرة بيزهروا في الفرقة تحيلين يعني عرض كده بقى أنا يعني اختصارا كده بقول احنا أنا بتفرج على العرض خواجة بتفرج على العرض أجنبي يعني حاجة فيها متعة فوق المتعة حاجة أنا ومراتي تاني علشان ممكن تقتلني لو عارفت لأن أنا مبسطت وهي ما جاتش معايا فغالبا هجيب مراتي وابني تاني وهنتفرج على العرض تاني إن شاء الله وبجد مش بعمل دعاء للمسرحية اللي هيفوتوا للمسرحية هيفوتوا كتير قوي ضحك من القلب من أول لحظة لآخر لحظة الإيلة جميلة قوي ومبسطنا جدا وعرض في منتهى الروعة والبهجة ومعمول حلو برا وقان والأستاذ أشفعت بقى طبعا أبدع كل الناس حلوة كل الناس تجنن السهل الممتنع ضحك كتير وزي الفل بصراحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر